منخارطينا الأعزاء أهلاً وسهلاً بكم تحية طيبة لكم كاملين كنتمنى واناكم تكونوا باخر وعلى خير وانتم كتابعونا على صفحة الفيسبوك الخاصة بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ففي إطار حرصها الدائم والمستمر على التواصل مع منخارطيها تقريبهم من خدماتها وإزالة نوع من الغموض واللبس عليها كيتجدد لقاءنا بكم اليوم من خلال مباشر معكم خصصنا لقاءات ماضية المجموعة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لصالح أسرة التربية والتكوين وفي جميع المجالات اليوم منخارطينا وعفوا نزولاً عند طلبكم نخصص هذا اللقاء للخدمة الجديدة التي قامت بإطلاقها المؤسسة في 3 يناير 2022 كيتعلق الأمر ببرنامج يسير الذي يهدف إلى تمكين 40 ألف منخارط من خدمات تمويلية ميسارة أكيد باش نجاوبوا على أسئلتكم واستفساراتكم كي يحضر بجانبي كل من السيد هشام القريطعي مدير مديرية الالتزامات بالقطب البنكي أهلاً وسهلاً بك وشكراً لتلبية دعوات مباشر معكم حاضر أيضاً معنا اليوم في مباشر معكم السيد ناسيم أدوش رئيس مصلحة تتبع الملفات بالقطب البنكي شكراً لحضورك معنا اليوم سيد ناسيم إذن متابعينا ما تنسوش أكيد أنكم تشاركوا هذا المباشر مع زملائكم أحتمع أصدقائكم لتعمى الفائدة وإحنا دائماً تنتظروا أسئلتكم تنتظروا استفساراتكم ولملاحة مقترحتكم هي كاملة مرحب بها إذن السيهشام توصلنا بمجموعة دي الأسئلة عن طريقة خاص بخصوص هذا البرنامج الجديد اللي قامت المؤسسة بإطلاقه كيف شرت في البداية في 3 يناير غنحاولوا أننا نقرب المنخارط يعني من هذا البرنامج وأكيد نجاوبوا على التساؤلات دياله أول سؤال كي نشوفوه في البداية فيسبوك وابي كترة كيتعلق ببرنامج ياسير شنو هو هذا البرنامج شكراً وتحية طيبة لجميع المنخارطين والمشاهدين طبيعة الحال برنامج ياسير هو خدمة بنكية جديدة اطلقتها المؤسسة بطلاء من 3 يناير 2022 بشاركة مع الأبناء المغربية الهدف منها هو تيسير الولوج لقروض الاجتماعية بشروط تفضيلية لفائدة مخارطين مؤسسة طبيعة الحال كانوا اتفاقيات مع الأبناء بحيث أن المؤسسة كتتحمل جزئياً أو كلياً لفوائل المتلتبة عن هذه القروض اللي في الدخول في برنامج ياسير وشنو هي أهم الميكانيزمات التي تجعلوا؟ هما كانين آليتين اتنتين باش ما الاحتل المنخارطي يكون الأمور واضحة بالنسبة لي كانوا آلية مدعمة كلياً وآلية مدعمة جزئياً كنهضر على الفوائد الآلية المدعمة كلياً المبلغ القرض الأقصى هو 20 ألف درهم اللي قابل لاسترداد على مدة فأقصاها 24 شهر والفوائد هي كلها متحملة من طرف مؤسسة محمد السادس كان واحد الاستثناء في مدة الاسترداد بالنسبة للناس المرتبين أو للمنخارطين المرتبين في السلالة من 1 إلى 8 هذين الناس هذو نظراً للحالة المالية ديالهم كم كلهم يرضو هذا القرض على مدة التي تقدر توصلها حتى 48 شهر هذا هو الاستثناء أما هو فوائد 20 ألف درهم على 24 شهر مدعمة كلياً من طرف المؤسسة هذا الآلية الأولى لجنة مدعمة كلياً الآلية الثانية مدعمة جزئياً على حسب مدة الاسترداد المبلغ هنا ليس 20 ألف درهم ولكن 30 ألف درهم ومدة الاسترداد تقدر تمشي حتى 36 شهر بعكس 24 شهر في الآلية الأولى وتحمل الفوائد عن طرف المؤسسة هو مرتبط بمدة الاسترداد يعني 30 ألف درهم إلى المنخارط اختار بأن مدة الاسترداد تكون في مدة أقصى 12 شهر المؤسسة تحمل ربعات النقاط من الفائدة ونعطيكم مثال من بعد وعندنا إلامشاء في مدة الاسترداد بين 12 حتى 24 شهر المؤسسة تحمل ثلاثة درهم ولا فات 24 شهر يعني حتى 36 المدة لنسبة النقط التي تحمل المؤسسة هما نقطتين يعني المثال يبلنا هذا الميكانيزم الثاني هو في حالة إلا المنخارط تختار أو لبغى قرد 30 ألف درهم في حالة ونعتبره مثلا أن سعر الفائدة هو 5.45% إذن إلى هات 30 ألف درهم سيرجع المنخارط في دار في سنة سيخلص 1.45% لأن المؤسسة سيتخلص ربعات النقاط في بلاسته في حالة إلا اختار بأن المدة الاسترداد تكون بين 12 شهر يعني 13 شهر حتى 24 هنا المؤسسة تتحمل ثلاثة ديال النقاط وبتالي هو غدي يخلص 5.45 ناقش 3 جوج فاصلة 45% وفي حالة تمشال ثلاث سنين هنا المؤسسة غدي تخلص عليه نقطتين وبتالي هو غدي يخذ القرض دياله ديال 30 ألف درهم على مدة 63 شهر بنسبة فائدة وهي 3.45% هادو مالآلية دان شكرا لك سيشمع لها التوضيحات متابعي نحنا أكيد تنتظروا تفاعل ديالكم مع الضيوف الكرام ديالنا نمر لعند سنسيم ووصلنا واحد سؤال آخر متعلق بال يعني إجرائيا كيفاش يقدر المنخرية يستفد من هاد الخدمة شكرا مريم مرحبا هذا سؤال مهم جدا يقدر يأخذ مننا الحيز الأكبر في الشرح لأنه في واحد الخطوة اللي هي مهمة نقدر الله خصوم يستطيع الاستفادة في أربعة ديال المراحل المرحلة الأولى قبل ما المنخر توجه البنك دياله يحط الملف دياله ملف القرض واجب عليه هذه خطوة إجبارية وليست باختيارية خصو يزور موقع المؤسسة اللي هو يكونوا عارفون المنخرتين دياله www.fm6education.ma والتسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة للخدمات البنكية دياله في المنصة الإلكترونية واجب على المنخرت أنه يتسجيل باش يحصل على واحد الواثقة اللي يخصو يضم هالميل في القرض دياله اللي يحطي البنك دياله هاد الواثقة هي تصريح بالشرف هي واثقة خصو يطبعها بعد ما يتوصل بها ويصادق عليها ويضم هالميلف كما سبق لها الدكر ويوضع الميلف في البنكة دياله بالنسبة للتسجيل هذا التسجيل هذا لم ينخارط فاش يولج الفورميلة والاستمارة الإلكترونية خصو يدخل معلومات شخصية دياله لضرورية وإجبارية هي رقم الإنخيرات رقم التأجير رقم إنخاذ في المؤسسة رقم التأجير دياله رقم بطاقة الوطنية وتاريخ الإزدياد بعد ما يتوصل للمنصة يخرجون له المعلومات شخصية دياله دياله مكتوبين بعد ما يدخل المعلومات الأخرى لمبينتها الإيميل لذلك البريد الإلكتروني هنا مهم جدا لأن المنصة الخارط كما سبقية ذكر ستوصل بوثيقة تطرح بالشرف عبر الإيميل يتوصل بها في البريد الإلكتروني دياله خصو يدخل البريد الإلكتروني ويكون بريد الإلكتروني كما تقولون شيء أكتيف ما زال يعني يخدم به هذه نقطة مهمة من بعد تدوز للصفحة التانية التي هي متعلقة بالقرض نقل المعلومات الخاصة بالقرض التي يريد أن يقتني من هذا البنك الأليتين كما قال السيشم يختار الأليا الأولى أو الأليا الثانية يدخل المبلغ ويدخل المدد للسادة للقرض هنا واحد الخانة مهمة وهي هذا القرض هذا لماذا يريد هذا سلسلة اختيارات تختار البيزوان الحاجيات ومن بعد تسجيل الدخول ومباشرة بعد إتمام التسجيل تصل بالوثيقة في البريد الإلكتروني ومعليه إلا يصدق عليها ويضعها في البنكة هذه المرحلة مهمة المرحلة الثانية والثالثة والرابعة تتلقى في جميع القرض وهي إداء الملف في البنك توجه البنكة والاختيار ويضع الملف المرحلة الثالثة تقوم بدراسة الملف ومن بعد المرحلة الرابعة تتغير ما بين البنكة والمؤسسة تصف طلب الدعم للمؤسسة من الأجل الموافقة المؤسسة تتزم أنها تجاوب البنكة في أجل 24 ساعة ونقول لكم أن الجواب يمشي في نفس النهار الحمد لله مع ذلك الديجيطال وهي شيء سهل لذلك أن يتغير الانفورماتيك ما بين وفي الأبنك لكي الطلبة تأتي في نفس النهار وتمشي في نفس النهار ومن بعد تتعطل المنخارط العقد العقد القرد بالطبع المؤسسة البنكية بعد ما تتوصل بالموافقات المؤسسة يتم إعداد عقد القرد وتتعطل المنخارط وتتعطل الإفراج من بعد وكله دي بلوكاج دوكخيدي شكرا دائما معك سيناسيم لدينا سؤال آخر وهذا المرة من طرف الأستاذ محمد والذي يقول كمشكر الأطور المؤسسة على هذه التوضيحات وشهد العرض يخص المتقاعدين نعم يخص المتقاعدين كان شرط واحد هو أن المتقاعد يجب أن يكون إنخارط في المؤسسة لأن كما تعرف أن المنخارط يخرج التقاعد لذلك تولي إنخارط المؤسسة اختياري لكي يتمكن من يستفد من خدمات المؤسسة سيوجد الإنخارط ومن بين الخدمات يسير ويستفد من يسير المتقاعدين يستفد من خدمات يسير إذن سيهشام هو قرد استهلاكي أم قرد خاص بالسكن نعم سنعرف بأن المؤسسة عندها خدمتين مختلفتين كان خدمة تمتلاك خاصة بالسكن وكان خدمة يسير خاصة بالقرود الاستهلاك إذن نسمعهم بالقرود الاستهلاك الاستهلاك غير المخصص أو بالقرود الاجتماعية يعني خسنا نفرقه سلسكن بوحده كي نمتلك برنامج خاص ولي خسنا له أكيد عفوا خسنا له حلقة أو لقاء خاص على مباشر معكم وكان حضر معنا فيه مدير القطب البنكي سيد ياسين فراحات وقدم لكم جموعة دية التوضيحات بخصوص هذا البرنامج ولي هذا برنامج جديد ياسير اللي خاص بقرود استهلاك طيب لماذا لا يكون هناك تعامل مباشر بين المؤسسة والمنخرطين ديالها وحنا هنا تنتكلم على قرود قرود يعني خاص بعد المؤسسة مؤسسة يكون عندها القوانين القوانين اللي كتأثر المؤسسة ستسمح لها بأنها تعطي قرود المنخرطين ديالها وطبيعة الحالة تنقلوا 40 ألف مستفيد في السنة 40 ألف مستفيد في السنة 20 ألف درهم تقريبا في المتوسط ديال القرض يعني خاصنا 800 مليون درهم تقريبا في السنة يعني تقريبا مليار في السنة وهذه الأموال وهذه السيولة ما يمكن القدر القوائل عند الأفناك ذلك دائما في هذه الخدمات البنكية هذه الشراكة مع البنوك اللي كانت تخرج بين البنوك المغربية واللي عندنا معهم جربة كبيرة من 2003 مع نطلق هذه الفوغاليف دائما كتكون كيف تنقلوا رابح رابح منها المنخرط تلقى تكون عنده غزو كبير وقدر يمشي في ما بغى منها تكون واحد تسير محكم دائما فيما يخص الأبنك توصلنا بسؤال آخر وكيقول وش زبناء الأبنك التشاركية أيضا كيستفدوا من خدمة الياسر هو سؤال شوية كي لأنه الزبناء هما منخرطين أو المنخرطين عندهم الحق في خدمة ياسر غير هو خصي عن طريق الأبنك اللي سنين معهم الاتفاقية هذا من واحد الشق دائما كزبناء رأى عندهم الحق كمنخرطين رأى عندهم الحق في خدمة ياسر ولكن اللي جينا نربطوها بالبنوك التشاركية هنا ياسر الحاليا كين الصيغة مع الأبنك الكلاسيكية كين المفاوضات جارية مع البنوك التشاركية لإيجاد صيغة ملائمة للمبادئ لبنوك التشاركية وإن شاء الله نهار غدين توصلوا لواحد الصيغة ملائمة غدين يكون الإعلان عليها لأبنك التشاركية لحد الآن مش مقصية ولكن باقي المشاورات والمفاوضات معها ولكن زبون كون خارط ربط به الحال عنده الحق يأخذ القرد ياسير من عند البنوك التي تقترح هذا القرد شكرا لك سيشام نمشي وعند سيناسي وعندنا سؤال وحد أخر تقول لدي قرد استهلاكي وش ممكن لنستفد من القرد ياسير بالطبع هذا كانت مشكل قرد ياسير ولا آليات برلمج ياسير يمكن الجمع بينه و بين قرد أخرى بما فيهم امتلاك لأن هذه نقطة مهمة وعند تساؤل في هذا شأن هو أن شكورتي يحدد ماذا لديك الحق تستفد بنياسير هو المعدل المديوني من المرخارط المرخارط عنده واحد الأجر إذا كان لديه قرد أخرى إما استهلاكية أو في إطار السكن أو في برلمج امتلاك إذا كان الأجر يمكنه قرد ياسير يستفد هنا يمكن الجمعة بين ياسير والقرد الاستيلاكية أريد أن نعود إلى الإمتلاك لأن الإمتلاك هي خدمة التي تقدم المؤسسة في مجال ترجيع الحصول على السكن الشخصي الرئيسي هي خدمة بوحدها أبا وياسير خدمة أخرى أبا هم خدمتين باقييتين عبر الأبناء ولكن يمكن المنخارج لديه الأجر أنه يجمع بنتهم كل برنامج الميكانيزمات خاصة به طيب دائما من بين الأسئلة التي توصلنا بها ما يمكن الجمعة بين الآلياتين بمعنى استفادة من جوج مليون بدون فائدة وثلاثة ديال مليون بفائدة يعني خمسة ديال مليون في المجموعة هذه مزياجاتي تمام لكي لكي لا يكون تغلق تغلق كما قلت نرجع للسؤال الأول برنامج يسير بصفة عامة بالنسبة للموالي نضع على الآليات برنامج يسير الآليات غير تذكير بالنسبة للآليتين فهما آليتين مدعمتين واختا نسمح بأن الآليا واحد فيها صفر في المئة في الفوائد فالفوائد تغطيها لمؤسسة وبالنسبة الآليا الثانية كين المنخر تؤدي جزء من الفوائد والمؤسسة تؤدي الباقي على حساب مدة القرد هنا المؤسسة لا يمكن لدعم المنخر واحد في آليتين سأشان كأن العدد لدينا 40 ألف مستفيد للسنة وكين الناس يستفيد وكين 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 الميزانية بالنسبة للأسير لا يمكن الجامع ما بين آليتين يجب الإختيار بين وحدة وحدة إحدى الأليتين طيب السؤال الآخر يقول أن المشكل أن الأبنك غالبا لا ترفع من المصارف الميلف والتأمين وكين يتفق في هذا الشأن هو بالنسبة الخدمة يسير للعلم فمصارف الميلف هي مجانية في جميع الأبنك تقدم مجانية لمصارف الميلف بالنسبة تأمين تأمين هذه نقطة أخرى فهو يختلف من البنك لآخر وكان يمكن تأمين على الوفاة أو هذه إجبارية في جميع أنواع القروض لأن المؤسسة لم يكن اتفاق حاليا فات الشأن تنسي لدينا سؤال آخر دائما في الخصوص وتقول ماذا عن الأبنك الأخرى مثلا البنك المغربي التجارة والصناعة لابنك هو الأبنك الأخرى كيف لدينا الأبنك الكلاسيكية ولدينا الأبنك التجارة والمؤسسة كان مبدأ دائما نحن عارفين بأن المنخيطين دائما هما زبناء جميع الأبنك المغربية وبالتالي ما عمرنا ما تنقصي بانك هذه اللولة تانيا لابنك بانك شريك لمؤسسة محمد السادس من 2003 وخدمت معنا في فوق ألف وشارك الحمد الله كانت ناجح لابنك عندهم واحد مشروع لتحديث النظام المعلوميات ديالهم ولي لاحظوا المنخريطين ستفم تلك ما كانت لابنك نحن على تواصل دائما مع هذا البنك وينفو حالما سيكون تحديث النظام المعلوميات ديالهم طبعا الحال سننبرم الاتفاقيات ديال وديال يسير ويكون غير الخير إذن متابعين هذا هو الهدف من هذا اللقاء مباشر معكم وأنكم تتقيوا الأجوبة ديالكم من بعد ديالها فنحن تنتظر الأسئلة ديالكم والاستفسارات ديالكم ومستمرين أكيد في هذا اللقاء المخصنون للخدمة التمويلية الجديدة التي قامت المؤسسة بإطلاقها في الآوين الآخرة ياسير إذن من بين الأسئلة التي كانت وصل بها سؤال آخر وتيقول مثلا إلى خديث جوج مليون وماذا نحق الاستفادة من 15 مليون هنا أريد المنخرط وأنه لا خديث جوج المليون مدعمة كليا وماذا سنقدر أن نأخذ 15 مليون مدعمة كليا نشرح المنخرطين وأنه تنهضر على جوج المليون في إطار ياسير وخمستاش المليون مدعمة كليا في إطار متيلك سيدي نقول المنخرطة المؤسسة كانت واضحة ومن حقك تأخذ 20 ألف مدعمة كليا في إطار ياسير ومن حقك إذا اخترت الآليا تأخذ 15 مليون مدعمة كليا غير غير كل آليا بوحدة ودائما الحق لك منضمون عند المؤسسة يعني هذا كان من بين أسئلة التي تتعاود خصوصا أننا لدينا سؤال آخر وتيقول واش إذا استفت من هذا جوج المليون ما غير يبقى عندي الحق في 15 مليون جز ساكن واش قلنا هاليوم لا نتعاود نأكد المنخرط برنامج ياسير عندك الحق فيه وبرنامج متيلك عندك الحق فيه وكل برنامج عندك الحق تختار الآلية التي تناسبك بغيتي 15 مليون مدعمة كليا في امتلاك المرحبة بغيتي 30 مليون مدعمة جزئيا في امتلاك المرحبة ومن ثاني من أنتي تتوصل لياسير بغيتي يشي قرض فيياسير راح تختار الآلية التي تتناسبك إذن لدينا سؤال آخر وهذا المرة وصلنا عند الأستاذ سلماء وليك تقول واش أنا كمتعاقدة غير معنية به هذا البرنامج نحن في المؤسسة كان عرف منخارط هذا البرنامج هذا دائما نقول هذا لغير فنس ما شي المتقاعد أو المتعاقد أو لا إحنا إلا كان عندك نخيرات كانت عندك بالطاقة دي النخيرات أو لشهادة تدبي النخيرات راك منخارط مؤسسة محمد الساديس وبالتالي الخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد الساديس راك طبيعة الحال لك تقدر تستفيد منها سينا 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 تستطرق المؤسسة من الوقت كيف ترسل الموافقة لها البنك هو الجواب للمؤسسة للبنك تكون في نفس اليوم كما أرى كنت سبق لها وضحت في مصر الاستفادة فهو المنخارط تتوجه البنك ويقوم بإداء الملف للقرد البنك تتوجه الغيس والمخاطر هذا هو نبو البنك البنك تتوجه الاتفاق أن المؤسسة والمؤسسة والمؤسسة البنكية هو لم يكن المؤسسة لم يكن الوراق يعني سينا لا بي لك طالب دعم المؤسسة البنكية للمؤسسة تأتي عن طريق النظام المعلومات للبنك وتتوصل بها المؤسسة والمؤسسة تقوم دراسة الطلب وتتجاوب عليه في نفس اليوم لك لغة لا تنأكل لك أنا الجواب يوميا وكل طالب عنده الجواب في نفس اليوم ماذا عن بنك الشركة العامة غير مدرج في لائحة الأبنك الشركة العامة هي شركة في إطار ياسير وهي شركة وقعت على الاتفاق هي الحالة لها مشابهة لأبمسي نظام المعلومات يديرون كين ماذا لباقي في طور الإعداد وغات نضم شاء الله القائمة وغات تقدم هذه آلية اليسير وتنأكد أن البنك هي من الأبنك الشركة والتي وقعت الاتفاق في إطار برامج ياسير بالحديث على هذه الاتفاقيات التي جمعت بين المؤسسة والأبنك لدينا سؤال آخر وتقول لماذا لماذا شملت هذه الاتفاقية بانك مصري في المغرب نفس الحالات تتنطبق على مصري في المغرب حتى هي موقعة للاتفاقية في إطار برامج ياسير وإن شاء الله عن قريب عن قريب وإن شاء الله يكون تميق الدموات للآليات من خلال وكالات البنكية ديالهم ننتقل الحالات الخاصة السلام عليكم أثناء تشجيل الاستفادة من ياسير كيتم إخباري بأن رقم لا ديران أو رقم الإنخيرات غير موجود فما العمل العمل هو التصال بالمؤسسة المؤسسة الحمد لله وضعت مجموعة القناوات للتواصل أو لإداء الشكايات أو لطلب المعلومات من بنات 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 الحمد لله اليوم كل شيء رمو زود بهاتف داكي وكين جموعة ديال القناوات تواصلوا وضعات المؤسسة في هذا المشكل هذا المنخرطي هذا على نسخة لطلب الشرف دخل بعض المعلومات التي كنت قبل رقم إنخيرات رقم تأجير رقم بطاقة الوطنية وتاريخ الإزدياد في حالة ما إلا كانت معلومة من هذه غالطة أو غير آخر أو نعطيك مثل رقم إنخيرات المؤسسسة تكون من رقم سلسولي وكين ثلاثة الأصفار إلى مدرج ثلاثة الأصفار لا يوجد دوست تجيل لذلك عندهم بطاقة الإنخيرات أو المنخرط التي لم يكن تطلب شهادة الإنخيرات لديهم الإنخيرات مكمور واضح هو الخصوم السيزيو بالنسبة البيطاقة الوطنية إلا لدر أسفاس واحد لما بين لالات وما بين لشيف تهي يمكن لانجه تعتبر أنها كاركتر وفي حالة ما يكن كل شي مزيان وستعصى عليه الولوج يتصب المؤسسة ونحن الحمد لله كان يمنا سيستان زيما نهار يوميا ويقال مشكل لهم سؤال آخر وكنت أننا سبقوا جاوبنا عليه بخصوص المتقاعد وش يستفيد من برنامج ياسير وش كيف يكتب في مكان رقم تأجير كما قال هشام نحن المتقاعد يستفيد لا كان فرق بشاط أنه يكون جدد الإنخراط بالنسبة تجيل في منصة ياسير واجب عليه واخر عنده رقم ما عاش واجب عليه يدخل رقم تأجير هذا رقم تأجير الذي كان عنده كان ناشط كان ناشط طيب السلام عليكم بعد توصولي بالمطبوع لاحظة خطأ في كتابة الاسم الشخصي ديالي واش يمكن لينصحه وشكرا لكم في هذه الحالة الموال خارط لا يمكن ليش هو يصلح الاسم ديال أنا كما قد قبل بعد ما تدخل المعلومات الأربعة وتولج المنصة تلقى بعض المعلومات التي ذا مكتوبة من البصدورية المؤسسة من هم الاسم من هم رقم تأجير الاسم إذا كان الخطأ يتصب المؤسسة والمؤسسة ستقوم بعملية تحيين المعلومات ويقدر يخرج المطبوع ديال داكور شكرا سينا سيم من دوز الاسم وإحنا مازالين كنتوصلوا بمجموع هذه الاسئلة بخصوص هاد الخدمة الجديدة واش يمكن أخذ قرد أقل من عشرين ألف درهم في إطار الصيغة الأولى طبية الحال هنا من سنقول لألية الأولى أو للألية الثانية بأنه كان مبلغ أقصى عشرين ألف درهم أو ثلاثين ألف درهم هذا كراب مبلغ ممكن نفرض على المنخرط بأنه ياخذ عشرين ألف درهم هو ما محتاجه طبية الحال تأخذ في المبلغ بدون ما يتجاوز للثقف عشرين ألف درهم في الألية الأولى وثلاثين ألف درهم في الألية الثانية ما مدة معالجة ملف ياسير من طرف البنك نكون واضحين مع المنخرط نظر على المدة المعالجة نظر على قرد استيلاك ونظر على قرد استيلاك سيكون قرد السكان في طرف آخر البائع وفي المحافظة هنا سنظر على قرد استيلاك عادي لأهم حاجة فيه قدرة المنخرط على السادة الموافقة المبدئية غالبا تكون في نفس اليوم ولكن لن يأخذ القرد في نفس النهار ونضح لأمور لكي أعرف كيف كمونخارط المؤسسة أو كذبون عند المؤسسة البنكية سيكون في السيستام أوتوماتي كما عندك الحق الموافقة مبدئية ولكن من بعد سيأخذ بعض المساطير اللي ضروري في أي قرد بنكي منهم منهم فترة الانسحاب يعني ضروري ضروري سيكون عندك 10-12 يوم لكي يمكن الإفراج على القرد لذلك في الموافقة المبدئية سيكون بسيط سيكون عندك في نفس النهار ولكن المستراب والمساطير 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 لذلك الإنسان لا يشوف 15-10 يوم لكي يكون عنده القرد في القرد ديالك شكرا على هذه توضيحات ما هي البونوك التي تقدم هذه القرد البونوك هي بونوك كلاسيكية وهي تمنيه لعادة ديالهم تمنيه في إطار برد المجيسير المؤسسة عندها تمنيه ديال الشركة أبنك هي المعروفة زمان اللي كان في المتلاك واللي كان في الساحة المطنية كان تجاري وفا بنك البنك الشعبي عندك البريد بنك بنك أوف أفريكا السياج المغرب وكين لصوستجين على الشركة العامة ولمصري في المغرب وكين ما سبق يدك هما اللي يوم التي يعطيو القروج وجوج الأبنك الشركة العامة ولمصري في المغرب هما اللي ما زال الأقصات الشهرية محددة بين 24 و 48 شهر ولكن اللي بغى القرد خلال سنة أو 18 شهر ما لا كي مشكل هادوك 24 شهر و 48 شهر كما قلنا لأن 28 شهر هي أو ستتناء يخص المنخارطين اللي عندهم السلالين من تمنعها فما أقل و يعني الأقصات المبالغ هو تجعل ملخارط ويقدر يأخذ قل ما كانت مشكلة إذن واش المتقاعدين لكتروح الأعمار بين 65 سنة فما فوق عندهم الحق ما الاستفادة من هذه العروض أو عفوا القرود تفضيل التي بدون فائدة واش كين حد أقصى لمبلغ القرد وشكرا حد أقصى لمبلغ القرد 20 ألف درهم وفي الآليه الثانية 30 ألف درهم لا يمكن إخذ أكثر وليس لا يمكن جميع بناتهم بالنسبة للمتقاعدين التي لديهم 65 سنة فوق فهو لا يستفدون هنا نكتر نقطة المهمة أن القرد تكتسب المؤسسة الباكية يكون مخاطر البنكية كانت تأمين على الوفاة تأمين على الوفاة تأمين على الوفاة هي شركة تأمين ليس البنكة تأمين يخلص القدر في القرود السياقية يكون قدر قليل يخلص تأمين ويحفظ للمؤسسة المؤسسة التأمين تخلص اللابون لغاية القرد هنا الاختلاف الذي كان في أبنك هو كل أبنك التي كان لديهم شركات تأمين التي تتعامل معها تقول لك آخر تاريخ لكتتاب عقد التأمين هو 65 سنة وكل أبنك الذي يقول آخر تاريخ لكتتاب عقد التأمين هو 60 سنة وكين أبنك التي تقول لك آخر تاريخ هو 70 سنة دع هنا تبقى اختلاف من البنك إلى آخر تأمين تأمين 65 سنة إلا خارط عند 64 سنة يمكن تأمين مشكلة تأمين تأمين لذا كان إذا وصل 68 سنة يمكن أن يخضر الكريدي وسبعين عاما لا يمكن وقال الوصول بامك التي يتساعد تساعدني منها أخر أجل لسداد القرض ندر فرق بين أن أخر أجل لسديد القرض و أخر أجل لكتتاب التأمين أخر أجل لسديد القرض هو لكتتاب القرض نقطة يأخذ بالنسبة لبامك التي أخذت لم يمكن أن يأخذ على عامين يمشي ثلاثين وسبعين عمو لك بالنسبة للاتفاقية لا يحددش هي أجال ولا سين محدد في الاتفاقية من بنك إلى بنك آخر يختلف حسب الأبنك ما هو الوقت باش دائما تخص المدد الزمانية ما هو الوقت باش نجاوبوا باش تجاوبوا على اللي يطلب قرض ديال عشرين ألف درهم؟ نحن نجاوبه المؤسسة البنكية كيف قال سي ناسيم في نفس اليوم ولي كانتش إضافة في هذا الشيء هذا وقص عرف المنخرج بأنه في الاتفاقيات اللي أبرمنا مع البنوك الشركة كان بند خاص بهذا الوديل هذا وكانت فيه التزام واضح المؤسسة بأنها تجاوبوا البنك في نفس اليوم على الطلبات اللي كانت تصلها من بين الأسئلة الأخرات قدمت بميلف طلابي بتاريخ 6 يناير 2022 ولحد الآن باقي ما توصلتش بأي جواب وتصلت بالبنك وقالوا لي احنا في انتظار الجواب جاء المؤسسة فين كان الخلال وشكرا على هات توضيحة وهو فعلا هناك الخلال ولكن نوضح هذا الأمر هذا المنخرجين كاملين طبعا الحال هذا السيد لا نعرف لماذا كان هذا الغطاء ولكن نوضح المنخرج لكي يعرف المؤسسة البنكية وتقول له في انتظار جواب المؤسسة احنا الأبنك ما نتعمل معها كان نظام معلومياتي اللي كربطنا به الأبنك وفي طبيعة الحال هاته كان في المركز ما كان يمشي المنخرج عند واحد الأجنس ماذا تدير هذه السيدة هذه العميلة اللي في البنك كتقوم بلا سيزي ديال الدوسي اللي كيمشي للمركز انفوا هاتك اللي في البنك كي يقلق على انفوية كي بدأ يطلع عليه بالنورة في انتظار المؤسسة واش وصل للمركز ديال هاتك البنك واش كان مشكل بين البنك واش لا سيزي كانت مزيانة تبقى هو تشوف دائما غير في انتظار مؤسسسة محمد الساديس هنا احنا طفقين بالنوكين المشكلة وضروري ان يكونوا بحل المشاكين هذه المشاكين فقدرنا جزي الآليات لكي يمكننا نقصوا من هذه اللي غطاء الآلية اللولة هو انه كان حاولوا نشوفوا الناس اللي تسجلوا في المنصة الإلكترونية المؤسسة وكان حاولوا نشوفوا شكونا هم اللي تسجلوا ودازت مدة كبيرة يعني مدة كبيرة في قروة استيلاكيني واحد العشر ايام وما زال ما توصلناش بالطلبات ديالهم من طرف الابنك هذه الناس كانت تصلوا بهم ومن هذا المنظر كان حاولوا نأكدوا على هذه الناس بأنهم يتجاوبوا مع الآليات اللي يمشون معنا أو مع الكولابوتر اللي يعيطوا لهم كيحاولوا استفسروا على الهضوصية لكي يعاونوهم غالباً يكونوا هاد الناس هادو بحل بهاد السيد نغم المخصوص يكونوا توصل بأحد الإيميل من طرف المؤسسة اللي يستفسروا على الهضوصية ويتقلوا الله ماذا زال ما توصلناش بك هادة تتبع الاستباقي وبطبع الحال الكينات خالية اللي كتثير على المعالجة ديال جميع الشيكايات ديال اللمون خارطين والباب ديالما مفتوح اللي كان عندو شي غطاب حالكم يجي عندنا مرحبة وكاينين ينزاف ديال اله القنوات باش يقدر يتواصل مع المؤسسة نحن نرى الإشارة باش نشوفه في كين الخالد. إذن عدنا أسئلة أخرى تصلنا بها عبر اللقاء المباشر وكتقول شحال مرة يمكن استفادة من خدمة ياسير؟ بالنسبة لخدمة ياسير يمكننا نستفد منها أكثر من مرة ولكن بشرط الشرط الوحيد هو أن المرة التالية التي ستستفد منها سنتين وعشرين شهر من آخر أجل تسديد القرد الأول من القرد الأول إذن عدنا سؤال آخر من طرف الأستاذ عبد الكبير محبوب يقول السلام عليكم لما تذكيرنا بالأبنك التي تعقلت معها في هذا البرنامج ياسير؟ نذكرها جميل على السؤال وكتذكير فالأبنك هو عدد ديلا ثمانية ثمانية أبنك كلاسيكية منهم ستة اللي بدأوا تقدموا خدمة ياسير اللي هي التجارة وفا بنك، البنك الشعبي، بنك أوفافريكا، بريد بنك، سياش بنك، والقرد الفلاحي وكين بالإضافة الأستاذ، كين البنكين اللي مازالين في طور الإعداد، وما الشركة العامة المغربية للأبنك ومصرف المغرب، هذه بما؟ واحد سؤال، ماذا كي تعاود؟ وهذه المرة ترحول من خارة أبو عزة حمدون، مصاريف ميلف القرد لو تكرمتم؟ مصاريف ميلف فهي مجانية، في إطار برنامج ياسير، الأبنك تقدموا مجانية مصاريف الميلف وآخر سؤال عندنا، وطرحوا الأستاذ يحيى القتب، وكي يقول، واشهد القرد بدون فائدة؟ أو أن المؤسسة تدفع فوائد بدلاً عن المستهلك؟ نعم، دكالة رالي قال هي لكينة، هو بالنسبة للمؤسسة الأولى فهي قرد بدون فائدة، ولكن في الكواليس، المؤسسة تتحمل جميع الفوائد هي اللي تتعطيها، تكون أنا شانج بينه وبين المؤسسة البنكية، باش أنها تدفع لي هاد الدعم إذن شكرا لكم ضيوف الكرام دينا على كل هاد التوضيحات اللي قدمناها اليوم لمنخارتين، وخصنا أكيد هاد المباشر لخدمة ياسير لا تنسوش متابعينا أنكم تشاركوه على صفحاتكم لتعم الفائدة، وبهذا أكيد نحن نكون وصلنا لنهاية هاد اللقاء أيضاً ما تفوتنيش الفرصة أنني نذكركم بصفحتنا على الفيسبوك، وبضرورة الانضمام لها باش يوصلكم كل جديد متعلق بالمؤسسة ومختلف خدماتها على الاعتبار أننا نحن نصفها بشكل يومي، وكان علمكم بكل جديد متعلق بنا، وأكيد نخص لقاءات مستقبلية إن شاء الله لباقي الخدمات اللي كتقدمها المؤسسة دائماً نزولاً عند رغبة وطلب المنخارت، وإلى اللقاء شكراً مريم شكراً